عقدت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام لقاءً مع مجموعة من الحقوقيين في عدد من دول العالم عبر تقنية زوم وكان من بين الحاضرين الحقوقي المصري حسان بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذين نتعرف منه أكثر عن تفاصيل ما دار في هذا اللقاء برحب بضيف الأستاذ حسان بهجت أهلا بيك أهلا في البداية كيف تمت الدعوة للمشاركة مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية؟ الدعوة وصلت منذ حوالي شهر لاجتماع يُعقد في يوم 20 إبريل الاجتماع كان الأول من نوعه مع وزير الخارجية بلينكين وربما الأول من نوعه الذي يتعقده الإدارة الأمريكية بعد أن أتمت المائة يوم الأولى منذ تنصيب الرئيس وهي جزء من سلسلة من المشاورات يعقدها وزير الخارجية مع ممثلين لقطاعات مختلفة من قطاعات مراكز البحث أو المجتمع المدني أو المتخصصين أو طبعا المنظمات الحكومية والدولية فيما يخص ملفات تدخل في عمل السياسة الخارجية الأمريكية هذا الاجتماع كان مخصص للعمل الحقوقي على الأرض حول العالم لم يكن مخصص لمنطقة بعينها أو لدولة بعينها ولذلك ضم تمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان من روسيا إلى الكريبي مرورا بالكونجو ومصر وبنجليش واليمن أستاذ حسام إيه القضايا التي تهتم بها الإدارة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر؟ طبعا هناك إطار رسمي للعلاقات بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية وهناك إطار غير رسمي الرئيس الجمهورية المصري ووزير الخارجية المصري يلتقي بشكل منتظم في مصر وفي واشنطن وفي نيويورك مع مراكز البحث المستقلة ومع منظمات المجتمع المدني الأمريكية وكذلك المسؤولين الأمريكيين يحاولون الاستماع إلى وجهة نظر المجتمع المدني ووجهة نظر غير الرسمية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك طبعا سياسة الولايات المتحدة لاعب كبير فيما يخص حقوق الإنسان ليس فقط في مصر وإنما في العالم وخصوصا داخل الأمم المتحدة ولكن في مصر على وجه الخصوص لاعتبارات العلاقة الاستراتيجية الوسيقة ما بين البلدين وباعتبار مصر هي ثاني أكبر متلقي للمنح العسكرية والاقتصادية من أمريكا في العالم بعد إسرائيل سيد حسام حضرتك قلت في البداية أن الاجتماع كان ليس بشأن شخصي مع مصر هو كان اجتماع من مختلف من عدة دول إذن ما كان يدور في الاجتماع ما كانت القضايا المطروحة في الاجتماع ولا هو اجتماع تعريفي يعني هو اجتماع الغرض منه هو إحاطة المسؤولين بالتحديات المشتركة في مناطق مختلفة من العالم فيما يخصينا طبعا في منطقة الشرق الأوسط كان المثالين هما مصر واليمن تحديات العمل الحقوقي بشكل يومي على الأرض كان فيه سؤال حول دور التكنولوجيا في عملنا سواء دور التكنولوجيا في تسهيل العمل الحقوقي أو كعقبة أو خطر على العمل الحقوقي في حالات مثل التنصت والاستهداف بالبرمجيات الخبيثة والحجب المواقع وما إلى ذلك كان فيه سؤال طلب في الجانب الأمريكي من الحاضرين أن يحددوا سياسات ضارة وفي الحقيقة مؤذية ومعيقة للعمل الحقوقي لابد على الإدارة الأمريكية أن تتوقف عنها أو سياسات مفيدة لابد أن تستمر فيها أو سياسات دول أخرى قامت بها هي مفيدة أيضاً لدفع وتقوية نظام المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان حول العالم يمكن لأمريكا أن تقتدي بها وماذا أجبت عن هذه الأسئلة؟ عن دور التكنولوجيا؟ عن العقبات؟ عن السياسات المرجو؟ أو المطلوب تغييرها في الفترة القادمة التي تعيق عملك؟ بالطبع فيما يخص دور التكنولوجيا في حالة مصر وفي حالة منطقتنا ربما الأولوية مختلفة بعض الشيء عن دول أخرى يعني في الولايات المتحدة المسألة هي عدم وجود مثلاً تنظيم قانوني لمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك ينظم النشر خاصة نشر المعلومات الزائفة أو الأخبار الزائفة أو التحريض على العنف وما إلى ذلك في منطقتنا طبعاً ربما يكون الأولوية الأولى هي الحفاظ أصلاً على شبكة الإنترنت باعتبارها الفضاء العام الوحيد تقريباً المتبقي في منطقتنا والصالح لممارسة الحق في تداول المعلومات والحق في التعبير والحق حتى في التنظيم بعد أن توقفت التظاهرات وتم تأميم الصحافة ووضعت قيود على كافة أشكال العمل السياسي فمن ناحيتنا هنا الأولوية طبعاً هي الدفاع عن شبكة الإنترنت وعن حرية استخدامها وأيضاً طبعاً التصدي لأليات الحجب غير القانوني وغير الرسمي للمواقع الرقمية والتي كان من بينها مثلاً طبعاً البي بي سي لمدة أكثر من عام بدون حكم قضايا أو قرار حتى رفع الحجب مؤخراً أما فيما يخص سياسات الحاضرين اعترضوا عليها كان طبعاً الموضوع الأساسي أو القاسم المشترك بين جميع المداخلات هو الضرر الذي تحدثه أمريكا عندما تطبق معايير مزدوجة فيما يخص حقوق الإنسان عندما تعامل حلفاءها بطريقة وتعامل أعداءها بطريقة أخرى عندما تهتم بحقوق الإنسان في إيران والصين وروسيا وكوبا ثم لا تكترث بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في الإمارات أو التي ترتكبها السعودية في اليمن أو التي يرتكبها الحريف المصري كما رأينا على مدى السنوات الأربعة لحكم ترامب وكذلك طبعاً قضية إسرائيل وقضية السلام في فلسطين أو عن ما حدث في فترة تولي الرئيس السابق ترامب مظبوط؟ طبعاً هذه فترة استثنائية تاريخية أظن أن التاريخ لم ولن يشهد مثلها كنا نرى فيها البيت الأبيض لا يتغاضى فقط عن انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان في مصر بل يشجعها ويمدحها علناً وأمام الصحافة هل كانت هناك ردود على هذه التروحات التي اتفضلتم بها أو كان بس مجرد نقاش وسيتم منقشته أو الرد عليه فيما بعد؟ طبعاً كان هناك بعض ردود لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الاجتماع كان فيه 8 من المتحدثين بخلاف وزير الخارجية الأمريكي ومساعدته لحقوق الإنسان وكان مدة الاجتماع ساعة فطبعاً النقاش كان عنوين عامة أكتر منه يعني وضع لأجندة ربما رؤوس موضوعات أكتر منه نقاش تفصيلي أستاذ حسامة هل هناك أي جهة حضرتك توجهت لها أو أخذت موافقتها قبل حضور مثل هذا الاجتماع؟ بالطبع لا طب هل تم التواصل معك بعد الاجتماع من أي جهة مصرية أيما كانت؟ ليس حتى الآن أنتقل لنقطة أخرى هل تم تناول ملف دعم الأقليات الدينية في مصر المشردين؟ أم الحديث فقط كان عن ملف الحريات والتعبير عن الرأي فقط؟ لم يتم تناول الوضع الحقوقي داخل مصر كما ذكرت الاجتماع كان مخصص لموضوع وليس لدولة الموضوع هو العمل الحقوقي وتحدياته في حول العالم وعلى سبيل المثال هذه الدول الثمانية وكيف يمكن دعم منظومة حقوق الإنسان عالمياً وما المنتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الصدق؟ الاجتماع الذي تم مع حضرتك كان بعد تقريباً تقرير المركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية عن تحسن الأوضاع في مصر بخصوص حقوق الإنسان وكان عنوانه أنه فيه قفزات في تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وتطور السياسة العقبية وأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل عام شاهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية كيف ترى ما طرحته وما طرحه المركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية؟ المركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية هو لعب جديد هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها شأن من شؤون حقوق الإنسان أنا لم أطلع على التقرير اللي حضرتك بتشيري إليه لكن اطلعت على مخرجات المؤتمر الذي عقده حول حقوق الإنسان بمشاركة من سبع أو تمن وزراء في الحكومة المصرية وأثنينا على بعض توصيات هذا المؤتمر خصوصاً فيما يتعلق بتعديل ووقف الانتهاكات المرتبطة بالحبس الاحتياطي وتدوير المحبوسين احتياطياً وكذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أما فيما يخص تشخيص الأوضاع وتوصيف الأوضاع في مصر فأنا أنصح القائمين على هذا المركز وهم من القيادات الأمنية المشهود لها بمعرفتها بدراسات الأمن والاستراتيجية أن يستعينوا بالدراسات والتقارير التي وثقت أوضاع حقوق الإنسان وما زالت توثقها على مدى الـ 25 سنة الماضية نعم من نقطة أخرى هل هناك بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال عملك هل هناك معلومات مؤكدة عن الأوضاع داخل السجون هل تتيح الدولة لمنظمات المجتمع المدني لإطلاع على أحوال المسجونين نحن نشاهد في الصحف من آن لآخر أخبار حول زيارات تنظمها مصلحة السجون بدعوة منها بمبادرة منها لبعض المرسلين المصريين والأجانب والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وأحيانا لبعض المنظمات الخيرية أو المنظمات الحقوقية المعروفة بمواقفها أليفة بعض الشيء أما المنظمات الحقوقية المستقلة فمع الأسف هي ليس فقط لا تدعى إلى هذه الزيارات ولكن طلبتها لإجراء هذه الزيارات لا تقبل حتى طلبتنا أحيانا المقدمة إلى النيابة من المحامين اللي بيشتغلوا معانا لزيارة موكليهم لا تقبل مع الأسف بالنسبة لأوضاع المسجونين كان هناك بعض التقارير تحدثت عن رأس دمية واحد حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال 2020 توزعت ما بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية والوفاة نتيجة سوق الأوضاع الاحتجاز ونتيجة التعذيب ده كان خمس وفيات حال التقارير ده حضرتك تناولته قبل كده هل لديك بعض المعلومات بشأنه أم لا؟ حالات الوفيات الموثقة في السجون المصرية هي الحالات التي يعلن عنها أو الحالات اللي بيتم فيها اختار الأهالي لاستلام جثامين أو دفن طبعا أو اختارهم حتى بعد دفن ذويهم هذه الحالات هي ما يعلن عنه وطبعا من الصعب معرفة الأسباب لكن من الصعب أيضا إخفاءها لأن دول المساجين بيموتوا فلازم يتسلم جثمانهم لحد ولازم يخطر أهليهم احنا ما عندناش أرقام بالمساجين التي توفوا نتيجة للكورونا لكن عندنا بعض الأسماء وطبعا عندنا أسماء كمان موظف واحد على الأقل مدير في الحقيقة في مجمع سجون تورا وهو أكبر السجون المصرية مسؤول عن توزيع كوبونات الطعام للمساجين توفي من أثر الكورونا في بداية الوباء في العام الماضي أما فيما يتعلق بمصدر معلوماتنا حاليا عن الأوضاع داخل السجون أو عن سياسات الوقاية من كورونا داخل السجون على وجه التحديد فإحنا طبعا بنلتقي بالموكلين اللي بنمثلهم في جلسات تجديد حبسهم أو جلسات مثلهم أمام النيابة أو القضاء في محاكماتهم وكذلك الأسر بتزور أبنائها وإن كانت طبعا في ظل الكورونا الزيارات أصبحت زيارة واحدة شهريا وبسلك عازل لمدة عشرين دقيقة فقط ولشخص واحد فقط من قرب الدرجة الأولى فأصبحت المعلومات أقل بكثيرا وأندر في وصولها لكن ما زالت بتعطي صورة عامة حول الأوضاع داخل السجون فيما يخص إجراءات الحماية من الجائحة على رأسها طبعا حتى الآن أنه التطعيم لم يتح للمساجين رغم كونهم من أكثر فئات عرضة للخطر وتعريضا أيضا للمجتمع للخطر لأنهم موجودين في مكان مغلق وطبعا مع عدم قابلية للتباعد على الإطلاق أستاذ حسام كيف ترى حاملة الإفراجات الأخيرة كالصحفية سلافة مجدي زوجها أيضا الصحفي خالد داود يعني أرىها بالطبع خطوات إيجابية للغاية تأخر تنفيذها بشدة طبعا كنا ننتظر أن يكون العدد أكبر من ذلك وما زلنا ننتظر أن يكون العدد أكبر من ذلك باعتباره تصحيح لخطأ ورفع لظلم شديد عن أشخاص قضوا في السجن سنة ونص أو سنتين بدون دليل وبدون محاكمة يعني من الصعب علي أن أفسر سبب هذه الإفراجات وما إذا كانت سوف تستمر لأنه لم تخرج أي جهة لتشرح الأسباب بما فيها النائب العام نفسه الذي قرر مكتبه اختيار هؤلاء الصحفيين للخروج لكن ربما السيد النقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي أعيد انتخابه مؤخرا خرج ليعلن هذه البشرة وليوجه الشكر للجهات مما يدفعني لتوقع أن خروجهم كان نتيجة لوساطة قام بها السيد نقيب الصحفيين خاصة وأنهم الثلاثة من الصحفيين سواء ممارسين أو أعضاء في النقابة إذا أضفنا إليهم الدكتور حازم حسني أستاذ العلوب السياسية من فترة سابقا أيضا من الحبس الاحتياطي بعد فترة مطولة دون محاكمة قبلها بشهر ربما تكون الصورة أكثر دعوة للتفاؤل ولكن بالطبع إذا تحدثنا عن أربع سجناء سياسيين تم الإفراج عنهم فنحن نتحدث عن رقم يعد أقل من 1% من أعداد السجناء السياسيين المحبوسين دون محاكمة وأؤكد دون محاكمة أو دليل مقدم ضدهم من خلال التفاؤل اللي حضرتك قلت هل هناك إرادة سياسية لتحسين حالة الأوضاع أو أضاع حقوق الإنسان في مصر؟ حتى الآن بالطبع لا توجد أي إشارة حول وجود هذه الإرادة يعني بالأمس رئيس الوزراء مثل أمام البرلمان ليطلب إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى وهي معلنة منذ 2017 حتى الآن دون توقف بالمخالفة للدستور وقبلها بأسبوع مع إعلان حالة الطوارئ الجديدة تم توسعها لتشمل موظفين السكة الحديد بدون أي تفسير لذلك وأصبحوا الآن يخضعون لقانون الطوارئ ومحاكمات الطوارئ التي تصدر أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف ويخضعون للاعتقال الإداري ففي الحقيقة أنه على مستوى هذا مجرد مثال أضربه لشيء وقع هذا الأسبوع الذي نتحدث فيه بل أمس في البرلمان فحتى الآن لا توجد أي مؤشرات على إرادة سياسية المواقع المحجوبة ما زالت محجوبة السجناء السياسيين غالبيتهم الساحقة ما زالوا في السجون والمحاكمات الاستثنائية مستمرة أستاذ حسام البعض بيقول أن الإفراج عن قيادات المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان عدد من المنتمين لها بناء على صفقة مع الجهات الأمنية خصوصاً أن حضرتك أشدت بروح الإيجابية والبناء التي تحلت بها أجهزة في الدولة من أجل إنهاء هذه الأزمة فما حقيقة هذا الأمر أخيراً؟ طبعاً الصفقة تتطلب أن يكون لدي أنا أصلاً ما أقدمه كمقابل وأنا كنت أتمنى في الحقيقة أن يكون لدي ما أقدمه كمقابل لكن أنا فعلاً ما عنديش حاجة أقدمها ولم يطلب مني شيء لتقديمه ولو عندي كان لن أتأخر في تقديمه من أجل أن أضمن إطلاق صراح القيادات الثلاثة للمبادرة المصرية ووجودهم في بيوتهم في وسط أسرهم في الحقيقة ما حدث هو أنه أعتقد أن هناك أجهزة في الدولة أدركت أن ما حدث كان خطأ وأن ما أقدمه عليه كان ضر بالدولة أكتر من أي فايدة ممكن تتحقق ولذلك أبدو قدر ما من التفاهم في محاولة لتصحيح هذا الخطأ بدءاً من تحسين ظروف الاحتجاز خصوصاً لزميلنا وقتها المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق اللي كان في ظروف احتجاز شديدة القصوى ومروراً بتسهيل زيارات لزوجات زملائنا الثلاثة لهم في السجون وانتهاءاً بقبول الالتماس الذي تقدمت به إلى النائب العام من أجل إخلاق سبيلهم مع التعهد بتوفيق أوضاع المبادرة المصرية فور سماح الدولة بذلك أشكرك الأستاذ حسين بهجت شكراً جزيلاً للمشاركة على شاشة بي بي سي